يقول ماذا يجب على المسلم هذه الأيام من معرفة الدين يجب أن يعرف أصول الإسلام وهذا الكتاب مثلاً يكفيك في معرفة أصول الإسلام مع شرح ميسر له ثم إذا كنت طالب علم تترقى وتترفع في درجات العلو ومراتب العلو يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات لكن لا تدخل مع هؤلاء في نقاشات وأنت ضعيف العلم فيبثون في قلبك الشبه بعض الناس معلوماته عن الإسلام لا شيء ثم يدخل في مناظرات ثم يلحد هذا خطير جداً إذا كان السلف يكرهون مناظرات مع أهل البدع فما بالك وهم علماء علماء كبار كمالك وغيره فما بالك بك أنت والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى التوراه مع عمر بن الخطاب وعمر عمر قال أم متهوكون فيها يا ابن الخطاب والله لو كان أخي مساحياً ما وسعوا لاتباعي نكتف بهذا القدر